موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام وهذه الحلقة الخاصة من برنامج أمه 2016 وستعش مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة السيد أنس الصالح يا كله معالي الوزير يا أهلا يا أخوة الذهاب وشكرا على الاستطافة الكريمة وإن شاء الله لقائنا يكون ممتع للسيدات والسادة المشاهدين أنت اللي شكرا على قبول هذه الدعوة وخاصة في هذه التوقيت من النوادر جدا لأن وزير يعني يطلع معنا في فترة انتخابات فشكرا على هذه الثقة شكرا على تلبية الدعوة وفي عندي كثير من الأسئلة وهي مو أسئلتي هي أسئلة الناس راح أسئلك إياها بعدما نشوف هذا التقرير أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير ونحترم الدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأدي أعمالي بالأمانة والصدق أنس خالد الصالح تقلد أولى حقيبة وزرية في فبراير عام 2014 كوزير للتجارة والصناعة تولى حينها ملفات عديدة أهمها حماية المستهلك أسواق المال والصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما أقرت في عهده اللائحة الداخلية لقانون الشركات عام 2013 في يناير عام 2014 أصبح وزيرا للمالية ثم في عام 2015 أصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية ووزيرا للنفط بالوكالة تصدى أنس الصالح لتحديات عديدة لعل أبرزها قضية إضراب العاملين في القطاع النفطي وملف وثيقة الإصلاح الاقتصادية خصوصا في ظل ما يثار عن العجز في الميزانية العامة للدولة قبل حل مجلس الأمة منذ أسابيع وجهها للوزير أنس الصالح بصفته وزيرا للمالية استجوابا من النواب علي الخميس عبدالله الطريجي وأحمد بن مطيع العازم على خلفية زيادة الحكومة لأسعار البنزين استجواب قدم من سلسلة استجوابات كانت تنتظرها لكن حل مجلس الأمة حال دون تقديمها الصالح يحمل شهادة الجامعية في إدارة الأعمال من جامعات بورتلاند في الولايات المتحدة الأمريكية وكان عضوا في غرفة تجارة وصناعة الكويت كما تولى رئاسة وعضوية مجلس إدارة العديد من الشركات عدوا لكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة 2016 السؤال الأول معالي الوزير برنامجي عمره تقريبا عشر تيام إلى أسبوعين قابلت العديد من المرشحين وكثير من التعليقات التي تييني في مواقع التواصل الاجتماعي عبدالوهاب ترى ما في عجز في الكويت وكل اللي يتحاول حكومة التروجة هو غير صحيح والآن سؤالي مع الرجل الأول في هذا الملف بشكل مباشر هل الكويت فيها عجز ولا ما فيها عجز سين عبدالوهاب أول شيخا يعني أقول لك بكل بساطة العجز هو عندما إرادات الميزانية لا تقطي مصروفاتها ميزانية تعتمد بشكل كامل وشبه كامل على النفط والنفط من 2014 نزل 60% قرابة 60% مؤكد أنه عندنا عجز وخلني يعني أوضح لك بشكل يعني يمكن يكون أوضح خلنتيكلم على الحساب الختامي اللي تاف وإذا كان بالأخوان ممكن يحطونا هنا سلايد إذا تبين بالكاميرا واضح موجود على موجود إذا شوف الحساب الختامي وأنا حاط الأرغام اللي موجودة هذه السنوات المالية الأحمر المصروف والأزرق الإراد ومشهول منه المحول لصندوق الاحتياط الأجيال القادمة فنلاحظ أن حساب الختامي 14-15 الفائض كان 3-5 وشوف النزول الواضح كان من السنة اللي قبلها وسكرنا 15-16 تابعنا مصوتين عليه بقانون في مجلس الأمة تحت يعني رقابة مجلس الأمة ورقابة دوال محاسبة وكل أجهزة المالية العجز المحقق 4.6 مليار دينار هذا قبل التحويل للاحتياط الأجيال القادمة اللي كان 10% يعني يزاد على هذا الرغم لكننا حبينا حتى لا يقولون أنت هذا أساسا أنت محول من الاحتياط فما يصير من هالجيب فحبيت أجيب الأرقام بهذا الشكل حتى يبين فعلا يعني ومثل ما قلت لك النفط ينزل 60% ومصروفك ما يتغير طبيعي عندك عجز وهذا العجز الحقيقي واللي واضح أنه مع تقارير اللي تتكلم عن بقاء أسعار النفط في هذا المحيط نتوقع بأن هذا السعر اللي قاعدين نشوفه يمكن يزيد شوي لكن رح يضل فترة يدور في فلك 50 و 60 دولار بناء على التقارير الاقتصادية اللي قاعدة تطلع إذا طبعا ما حصل صارت أي أزمة إنتاج واضح بعد هذا العجز معاني الوزير طرحتوا وثيقة الإصلاح الاقتصادي نعم أول ما طرحتوها طبعا صار في جدل وايد كبير إشاعات في ناس تحاولت تشوح عليها في ناس منقلتها بشكل جيد هل استندت على دراسات ولا ما استندت إلى آخره من هذه الأسئلة أنا اليوم عبدالوهاب كمواطن ومعاي مشاهدين برنامج أمه 2016 بنفترض معاك أن عمرنا ما سمعنا شيء عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي ماشي وأنا أبي أبدي معاك مع مشاهديني صفحة يديدة عشان شنو صفحة يديدة عشان نفهم من الأساس شنو وثيقة الإصلاح شنو تتضمن ليش هذا التوقيت على أي أساس حطت فأبدي أبدي معاك فيها بكل سرور يعني أنا راح أتكلم إياك على الوثيقة راح أتكلم على جزء من محاورها طبعا الوثيقة يعني تستقرق وقت كبير عشان ندخل في تفاصيلها كلها لكن راح أحاول أركز على ما يعني ما يهم المشاهد في جوانئ يعني دائما صورة الوثيقة الإصلاح أولا صورة وكأنها خطة خطة دولة هي شنو عين هي برناء هي وثيقة إصلاح يعني حتى لو تشوف الاسم مالها وهي موجودة كأتبينها هي برنامج إجراءات داعمة للإصلاح المالي والاقتصادي في المدين القصير والمتوسط إذا يعني موجودة وقرها مجلس الوزراء في مارس وكانت ومستوحاه من الخطة خطة الدولة يعني البعض قال أنس الوثيقة ما راعت الخلل في التركيبة السكانية البعض من الأخوة قال لي أنس الوثيقة ما راعت إصلاح التعليم هذه الوثيقة دورها تركيزها عمرها من سنتين إجراءاتها من سنتين لأربع سنوات هذه الوثيقة تتكلم عن الإصلاح المالي والاقتصادي الإصلاح المالي هو باب للإصلاح الاقتصادي هذه الوثيقة من ست محاور أنا إذا كانت أنا أحد السلايدات التي أعطيها الأخوان هي السلايد الذي كأنه مجسم المبنى وهذه المحاور الوثيقة إذا كان ممكن يحطونا على الشاشة حتى تكون واضحة من ست محاور موجودة موجودة يعني ككتابة للمشاهد على التلفزيون واضحة زين المحور الأول الإصلاح المالي ونتكلم فيه هنا يعني فيه شقية الإرادات والمصروفات وهذا قاعد يحاول يصلح الخلل لما قلت لك في البداية عندنا ميزانية إراداتها أقل من مصروفاتها فعندنا عجز الباب الثاني يتكلم عن إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني الباب الثالث يتكلم عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الباب الرابع يتكلم عن مشاركة المواطنين في تملك المشروعات الباب الخامس يتكلم عن إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية الباب السادس والأخير يتكلم عن الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة وعلى عجالة أخويا عبدالوهاب إذا تكلمنا المحور الأول شي تكون عليه في شق الإرادات يتكلم على زيادة طبعا إراداته شلون من إعادة تسعير على سبيل المثال أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة التي تمت وفق قرارات زيادة رسوم أملاك الدولة من ضمن محاور الجانب الإرادات يتكلم عن ضريبة الأرباح على الشركات التي هي العشرة في المئة المقترحة والتي الآن هي تحت الدراسة خصوصا عشان نتأكد أنها لا لها أثر على المستهلك ولا لها أثر على تنافسية القطاع الخاص مع منافسين في دول مجلس التعاون فيما يتعلق في جانب المصروفات الآن شقالين في دمج الأجهزة المتماثلة بالنشاط ومتماثلة في العمل نتكلم عن الظاهرة التي طلعت مؤخرا بتفرق عضاء مجلس إدارة مؤسسة يكونون عضاء مجلس 5, 6, 7 متفرقين كلهم يأخذون رواتب عالية ولا يمارسون العمل التنفيذي وبدأت تنتج عنها لم يرى أمثلة نجحت فيه ولذلك الآن قاعدين الراجعة تخفيض مكافآتهم ضخمة جدا على أقل البعض فيهم مبالغ فيه فأنا أفكر أنه عند انتهاء مراسيمهم يتم عالة النظر في المكافأة وتكون مكافأة منطقية تحاكي الإجراءات التي قاعدت تم لغاء العضوية المتفرغة أما يكون رئيس تنفيذي أو يكون مجلس إدارة غير متفرق في محور الثالث وهو المحور التنموي يتكلم عن على سبيل المثال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اللي 50% منها يكون اكتتاب للمواطنين والجانب الإيجابي فيها أن العائد الداخلي على هذا الاستثمار مضمون من الدولة 13% في نفس الوقت يخلق فرص عمل لأن المطلوب الحد الأدنى في تعيين هذه المشاريع كويتين 70% فهذا الجانب التنموي على الوثيقة متبنيتة فيما يتعلق في إزالة كافة القيود على الاستثمارات الأجنبية حتى تساهم وإذا يمكن خلال حديثنا أتكلم في تفاصيل أكتر بالمبالغ اللي تم استثمارها في السوق المحلي في المحور الخامس يتكلم عن اللي هو إصلاح سوق العمل دعم العمالة اللي وجد اللي يشجع القطاع الخاص أبنائنا اللي توجهوا القطاع الخاص الآن لقينا بعض يعني الممارسات اللي شوبها خلل تدعم تتعطي دعم عمالة لأشخاص قياديين في القطاع الخاص في مؤسسات المالية الضخمة رواتبهم تتجاوز 10,000 دينار ومع ذلك يأخذ دعم عمالة نعتقد أن هذه فيها عدم حصافة كذلك نتكلم عن خلق فرص عمل من خلال دعم زيادة دعم العمالة في الوظائف اللي عليها عزوف هذه الحدات هنتوقع خلال الخمس سنوات دراسات التقديرية تكلم أكثر من 7,000 وظيفة ممكن تخلق فنقلل من دعم العمالة اللي يأخذونها القياديين في مؤسسات أنا وهذه بعد الممارسة تبينت تقول لي خضعت الدراسة إلى يعني خضعت الوثيقة إلى دراسة الوثيقة بدت ترى 2013 حتى قبل أيام الشيخ سالم عندما كان نائب رئيس ميس وزراء ووزير المالية استشعر بالخلل الهيكلي بالاقتصاد وقتها النفط لم يكن نازل وكان في المستويات العالية وكان هناك فوائض لكن استشعر بخطورة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الكويتي واللي ممكن لو تراجع سعر النفط راح يشكل يعني عجز مالي وخلل مالي وشكل لجنة سماها لجنة إعادة ترشيد مختلف عنواع الدعوم اللي منها طلعت الوثيقة وحطت الوثيقة خارطة طريق حتى تكون واضحة مو إصلاح مبعثر إنما إصلاح واضح له بداية وله نهاية وله قراءات حق نتائجه وش كثر ممكن أنت تقيس فوائد هذا الوثيقة الخبر اللي اشتغلوا فيها ما بين الوثيقة ما بين لجنة الدعوم ترى يعني مو أنس الصالح بروحه ولا أنس وكيل وزارة المالية بروحه أبدا اللي اشتغلوا فيها أنا ودي أسمي بعض الأسماء حتى يعني أقدم لها الشكر حقيقة بالساعات الطويلة اللي قضيناها محمد بوشهري الدكتور مشعان لعتيبي الأخت هديل بن ناجي الأخ عبد الله لعنزي الأخ خليفة حمادة الأخ صالح الصرعاوي الدكتور أحمد الكواز الأخ عبد الغفار العوضي الدكتور عباس المجرن الدكتور محمد السقة هذا الذي كانت الأقصاد كذلك شاركوا معنا هذه مجموعة واعتذر حق اللي نسيته لكن فعلا هذه الوثيقة اجتهدوا فيها كويتين لاستشعارهم بأن فعلا المسألة تحتاج تحرك عشان نقدر نحافظ على قوة الدولة في أنها توفر مقومات العيش الكريم وبشكل مستدام يعني مو بس اليوم يعني مو بس لك لك والولدك والحفيدك هذه الإجراءات تمكننا من أن الدولة تستمر وتكون عندها استدامة في تأمين مقومات العيش الكريم طيب كثير أنجزت مع الوزير من هذه الوثيقة حتى هذه اللحظة ليومنا هذا يعني شوف حقيقة يعني اشتغلنا فيها بشكل يعني بدعم كل الوزارات يعني اليوم على تبيل المثال بس بتخفيض القرارات التي اخذناها خفض وترشيد وعالة هيكلة مصروفات الجهات الحكومية وتقليص اللجان وفرق العمل يعني حتى هذا من الجانب اللي نحن دائما نقوله بأن الحكومة ترى ابتدأت بنفسها خدت قرارات بنفسها بلشت من خلال السنتين اللي فاتت تاخد قرارات بنفسها مثال انعكس خفض وترشيد هيكل المصروفات بشكل كامل وضع سقف للميزانية عادة النظر في مهمات السفر للوزراء والوكلاء ولكافة المهمات السفر هذا كلها انعكس اكثر من تسعمائة مليون دينار على الميزانية يعني العجز اللي كان مقدر ستة فاصلة ستة انتهى بالسلايد اللي شفتها قبل شوية أربعة فاصلة ستة فرق المليارين مليار حصلنا عليه من زيادة قدرتنا بالانتاج فبالتالي بيعنا نفط اكثر والمليار الثاني حصل من الاجراءات اللي خذتها واللي تبنتها الوثيقة واللي بدت تنعكس على المالية العامة كميزانية واضح يعني انا متأكد يعني بعد هالشرح ومن قبل مع الوزير ان الكويتيين ما يبخلون على بلدهم في شيء ومشكلتهم مع الاجراءات الحكومية ومع هذه الحكومة مو فرقية عشر دانير ولا خمستعش دينار كثر ما انهم يشوفون ان انتم من اخطائكم كحكومة قاعدت عالجونها علي انا كمواطن والحديث عن الهدر في كثير من مؤسسات الدولة وشبه الفساد وكثير من هذه الامور اللي الناس يعني حتى لما نتحاوروا اياهم ونسألهم حتى الناس اللي احنا قابلهم يقول لك سولي تبي معاي بس اضبطوا الهدر اول شيء ابدوا بالكبار ابدوا بالسرقات الى اخره وبعدين تعالوا لكم مواطن انا ما راح اعترض يعني اليوم في اشياء يعني مثلا في تصريح حق وزير الخارجية امس امس طلع ونشر بشكل بشكل كبير الشيخ صباح الخالد نما قال احنا تعاقتنا مع الجيش الامريكي بـ 11 مليون دولار يعني هذا التصريح يطلع للمواطنين في فترة العجز اللي احنا داشين في صراع مع الحكومة على موضوع زيارة البازين والكهرباء وبعدين الحكومة فلا تلوم الناس ها لما تواجهك كحكومة وتعترض عليك وهي تشوف مثل هذه التصريح ومثل هذا الهدر شنو شنو تعليقكم يعني اول شي يعني احنا خلني كلمة صراع مع الحكومة الحكومة هذه حكومة الكويت وحكومة شعب الكويتي ويعني هي حريصة كل الحرص على شعبها اود نؤكد هذا بكل تأكيد وللأمانة اخويا عبدالوحاب خلنا أقول لك يهب بكل أمانة هذه الوثيقة اللي يشتغلوا فيها مقتنعين انها المصلحة الكويت واهل الكويت ممكن يعني ما تبين اليوم لكن متأكدين ومشتهدين ان هذه الوثيقة في كل ما ورد فيها من جوانب محاولة كبح جماح المفاق الجاري ومحاولة زيادة الإرادات للمواطنين قبل الحكومة يعني مثل الأمثلة التي ضربتها لك وهي تعظيم مدخرات المواطنين من خلال مشاركتهم في تملك الأجهزة هي حكومة تعمل لمصلحة الكويت ومواطنينها أنا توقعت لأخفيك من شفت الموضوع داير في قنوات التواصل الاجتماعي وقبل لا أدخل عليكم أجريت اتصالاتي مع الأخوة في وزارة الخارجية والأخوة في وزارة الدفاع وتأكت بأن هذا الكلام نقلة غير دقيق وأن معالي النائب الأول عندما كان في الولايات المتحدة باجتماع مع نظيرة الأمريكي وصارت لقاءات كثيرة مع القطاع الخاص الأمريكي خصوصا شيء مثل ما تفضلته والحديث كان يتكلم على بوينغ وبوينغ تربطنا معها علاقة شراكة أكثر من 50 سنة كزبونهم ونستورد منهم ولم يتم الاتفاق على أي تعاقدات وصفقات جديدة أثناء اللقاء ولا يوجد اتفاقيات أو اتفاق على صفقات جديدة معاهم إنما هي برنامج التسليح وفق ميزانية التعزيز التي أقرت على خطة وزارة الدفاع ببرنامج التعزيز والتسليح مالها لمدة 10 سنوات وهذا الرقم الذي نعكس هو 10 مليار دولار على 10 سنوات الرقم الذي لذلك نفولي تماما يعني ما في شيء يديد ما في شيء يديد ما تم المفاوضات ولا الاتفاق ولا الدخول في تفاوض على أي صفقات جديدة إنما كل الإجراءات البرنامج التسليح النظامي اللي كان موجود في وزارة الدفاع وهذا تأكد منه قبل أدخل عليكم قبل قليل واضح والهدر العام في الدولة شعور المواطن إنه قاعد تطلع أخطائك علي أنا شوف يعني أخوي عبدالوهاب خلنتي كلم فيه هدر فيه هدر قاعدين نتعامل معه قاعدين نتعامل معه رح نستمر نتعامل معه رح نستمر نتعامل معه حصل إجراءات أخذناها على مرة السنين اللي طافت السنتين اللي طافوا على الأقل إذا السلايد اللي كان الأول اللي إذا ممكن يردون يحطونا رح يبين منه الحساب الانفاق شون كان يزيد وشون بتده ينخفض ينخفض بس حالة كل هالإجراءات تطلع لكن أنا يعني خلنا أستذكر لك بعض هذا هو مع الوزير شوف الصعود اللي واضح كان 2012 2013 وشوف الانفاق كان قاعد يزيد والآن ابتدينا من 14-15 إذا تشوف الأحمر تنخفض المصروفات بدأنا نحط أسقف للميزانيات وبدأنا نحاول نواجه هذا الهدر رح خدم تنزل مع الوزير يعني أو لبس هذا حدها نحن لا يمكن نحاول دائما نتعامل مع الانفاق الجاري لكن لا يمكن نوقف أو نتأخر في الانفاق الرئسمالي واللي هو مرتبط في الجوامل التنموية والاستثماري أقول لك عدة إجراءات أخذناها كان لها نعكاس مباشر أذكر منها إن شاء الله لا أتجاوز البعض منها على سبيل المثال عدم إنشاء هيئات حكومية وعدم التوسع في الهياكل حين صار خلاص هذا قرار أخذ مجلس الوزراء لا أجهزة يديدة ولا هيكل ولا توسع في الهياكل ووجه مجلس خدمة مدنية في أنك لا توسع في الهياكل إلزام الجهات الحكومية بالتكاليف المعتمدة للمشاريع للحد من الأوامر تغييرية يعني ماكو أوامر تغييرية وإذا أكو لازم يفسرها ويأخذون فيها موافقات من جهات أعلى وتكون تضرورة القسوة تخفيض مصروفات متعلقة بالمزايا القياديين إعادة تنظيم وكافأة اللجان أنا يعني من ضمن الحالات أثناء ما كنا ندرس ونراجع هذا البند موظف على سبيل المثال وهذا يعني هذا بيان حقيقي راتب لا تجاوز الـ 2500 يأخذ من اللجان والفرق 6000 دينار مقبول وبالتالي من ضمن اللجان هذا انتهي الآن هذه الممارسة اللي يعني كانت تحصل نعتقد بأنها غير يعني غير واقعية وغير مطلوبة لزام الجهات بعدم استغلال الوفرات بهدف الاستنفاذ الميزانية بالربع الأخير أي أن يحافظون جرة العادة للجهات ما تنفق الميزانية والربع الأخير يصير صرف ويصير صرف غير حصيف وغير مو في محلة بس عشان يستهلك الجانب الموجود الميزانية صار الآن لا منعت وزارة المالية هذا الجراء توزع ميزانيتك على خلال السنة وتصرفها خلال السنة التوقف أن التوسع في استئجار المباني تخفيض 20% من قيمة العقود والخدمات و20% من المصروفات الضيافة ضبط مخصصات المهمات الرسمية وإعادة نظر في مبالغ الصرف الميزانيات كلها خفضناها بداية من ميزانية الدوان الأميري بناء على توجيه حضرة صاحب السمو بتخفيض ميزانيتها بعدما خلصناها وتلزيناها المجلس وسمو رئيس مجلس وزراء واللي بادر حقيقة حتى من السنة الماضية بنخفضت ميزانيتها أكثر من 25% وهذا نعكس على كل الوزارات كأمثلة واضح على طاري تصريح وزير الخارجية اللي أنت وضحته بدخل على المساعدات الخارجية المساعدات الخارجية يمكن لما تنتشر أخبارها نتلمس يعني شعور استفزازي من المواطن كأن المواطن يتحسس من لماذا الكويت تعلن عن مساعدات الخارجية وما تلومها في ظل هذه الظروف شونه سويت كوزير مالية لضبط المساعدات الخارجية خلني أقول لك أكثر من 15 سنة بند الإعانات والمساعدات الخارجية طبعا نشوف خلني اتفق أول شيء على الشيء لا يمكن لا يمكن للإنفاق أو الصرف خارج حدود الميزانية هذه مخالفة مالية يعني جسيمة لا يمكن الإنفاق خارج قانون الميزانية وهناك بند الإعانات والمساعدات الخارجية في الميزانية موجود في الميزانية موجود في الميزانية ووافق عليه المجلس كل سنة السنوات أنا قاعد أستذكر معكم أكثر من 15 ساعة السنة واضح هذا البند لم يتجاوز 3% من إجمال الميزانية بعض قاعد يشير إلى لم يقول لك وقع الصندوق الكويتي للتنمية قرض مثلا لدولة محددة هذا شنو هذا أنا بس بعطيك فكرة على الصندوق الكويتي للتنمية الصندوق الكويتي للتنمية الحكومة لكويت دفعت 970 مليون دينار راس ماله على دفعات واضح آخر مرة حطت لأن وصلت 970 سنة 85 85 من آخر مرة دفعت من المال العام لأن كملت راس ماله لأن وصل 970 مليون دينار من 85 لأي يومنا هذا الأخبار التي نسمعها طول 25 و 30 سنة التي طافت شنو من موادها اسألني سؤال قول لي مثلا احتياطياتها كم أخي عبدوهاب احتياطياتها اليوم تكلم 5000 مليون يعني 5 مليار دينار يعني 970 التي حطتها الحكومة تضاعفت 5 مرات وقفنا والآن تضاعفت 5 مرات وهو يقرض هذه الدول بفوائد نعم متدنية نعم إلى أن موجودات الصندوق إلى أن وصلت 5 مليار 5 مليار دينار وحتى حقيقة من خلال البحث حتى المبالغ البعض يقول لا بس شوف ما تسدد حتى المبالغ التي تأخرت سدادها أو متأخرات لا تتجاوز 2% من موجودات الصندوق ويجب يوضح أن أي مبلغ يتمتم أي قرض تسمع هناك قرض صار مع أي دولة باسم الصندوق أعرف أن هذا استثماري ما هو صرف هو تنموي لكن مو من المال مو من ميزانية الدولة مو من موارد ولا من احتياطياتها إنما من موارد الصندوق اللي يمول نفسه بنفسه واللي آخر مرة الحكومة دفعت فيه أي دينار كان سنة 85 إلى أن وصل 970 مليون والليوم موجوداتها 5000 مليون نعم والمساعدات الخارجية اللي هي الثلاثة بالليمية راح تستمر نفسها مع علي الوزير ولا راح تدخلت الحساب الختامي الأخير اللي تونس أكيناه في دور الإعقاد الماضي نزل اللي ورناها قبل شوي نزلت بين العنات الخارجية نزل 56% هذا بس بين 15-16 ميزانية 15-16 وبين ميزانية 14-15 نزل 56% وهذا أرقام موجودة منشورة تلقاها على تلقاها في أروقة مجلس الأمة تلقاها على الوеб سايت مع الوزارة المالية وليست يعني ليست سر واضح أنا راح أخذ فاصل قصير وبعدها نستكمل هذا الحديث عدوا لكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير مع الوزير برجع حق المواطن نشوف أن وثيقة الإصلاح قاعة عامل كل المواطنين يعني بالتساوي وهذا ما فيها عدالة يعني اليوم أنا مواطن مثلا مليونير ولا عنده خير ما يصير أنا أعامله مثل ما أعامل المواطن صاحب الدخل المحدود شنو سويت كوزير مالية للمواطن صاحب الدخل المحدود يعني أول شي بالعكس ترى الوثيقة أخي وهاب تتكلم أنه ضرورة ترشيد الدعوم ترشيد الدعوم يعني الدعم يصل إلى مستحقي الدعم مثل ما قلت لك في البداية على سبيل المثال في موضوع دعم العمالة هل متصور بأن شخص يعمل في القطاع الخاص يتقاضى راتب عشر تلاف دينار وما أكثر ويأخذ الألف دينار دعم العمالة وشخص راتبة توم مشتغل في القطاع الخاص ليستحق دعم العمالة وراتبة في البدايات عمل في القطاع الخاص هذا اللي فعلا يستحق نفس الشي في جميع حقيقة ودائما توجيهات سامية من حضر صاحب السمو سمو رئيس مجلس وزراء بكلماتهم في المجلس وكلماتهم لنا بضرورة المحافظة على مقومات العيش الكريم للمواطنين والتركيز على محدودية الدخل ومتوسطية محدودية الدخل دائما التركيز كان عليهم ويأني وبستذكر مرونة الوثيقة الوثيقة بنهاية قرآن نحن من ضمن النقاشات على سبيل المثال لما ناقشنا موضوع زيادات أو ترشيد أسعار الكهرباء لما وصلنا لقناعة مع أخواننا في مجلس الأم الموقر وقالوا لا ابتعد عن السكني تم التوافق على هذا الجانب وقلنا ولكن الحكومة لا مقتنعة أن السكني لا يجب أن يكون أيضا مشهول في زيادة لا كنا نناقش وقعدين ندرس الآن دراسات ونشوف نناقشها أن هل من الأنسب أننا نبدأ نسوي مثل ما تفضلت شرائح ندرس هل اللي استهلاك أكثر أقل لكن توافقنا وياهم وصوتنا بالتأييد لهذا المشروع باعتبار أن 60% من الاستهلاك هو يعني 40% من السكني من فاتورة الكهرباء فبالتالي نحن طلعنا ب60% وهذا كان يعني إنجاز يسجل نفس ما لما صارت زيارة أسعار الوقود ال91 الخصوص الممتاز زيادة يتأقل من زيادة الألترا والخصوصي ليش؟ لأن هذه السيارات اللي المواطنين كلفة السيارات مالتها تكون أقل كلفة لكن السيارات اللي مبالغها ضاهظة وبالتالي يعني ما يحتاج الدعم للوقود أنا أعتقد الحقيقة يعني الإجراءات فكرة ربط الأجور اللي تبناها البديل الاستراتيجي ربط الأجور بمعدلات التضخم هذه وين وصلتوا فيها؟ لا موجودة في مجلس الأمة الآن في لجنة لأن فجأة البديل الاستراتيجي يطلع في الإعلام وبعدين شوية نختفى لا موجودة في لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة وهذا لما تكلمت في بداية الوثيقة قلت لك هناك دراسة لزيادة الأجور ليش؟ شون نزيد الأجور؟ لأن عندنا اختلالات في الرواتب ما بين من الاصلاحات الاقتصادية نزيد الرواتب بعد زيادة؟ لأن هناك اختلال عندنا بأن أنا وياك تخرجنا بسنة واحدة وتخصصنا واحد محاسبة أنت اشتقلت في جهة وأنا اشتقلت في جهة أكو فرق بالراتب ونحن اثنين نشتغل في جهتين حكوميات فكانت الفكرة تبديل استراتيجي لأن نرفع المتدني وهذه نسبة كبيرة ونحاول نعادل الرواتب حيث أن نضمن أكوشفافية بالراتب راتبك نفس راتبي ما زيد التكاليف على الدولة هذه زيادة ستزيد التكاليف مرة واحدة لكن لما تربطها مع أسعار التضخم ونضمن أن المواطن لما يزيد عليه التضخم كذلك يزيد راتبة لكن إذا لم يزيد التضخم يكون عند النمو المعروف المتفق عليه بالزيادات السنوية لكن لا ينزل الراتبة إذا خفض التضخم لا 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 شوف ما تكلمنا أبدا لا يوجد كلمة واحدة في هذه الوثيقة أو في أي إجراء أخذت الحكومة تمس الراتب تمس الراتب أبدا زيادة ليس نقصان لا لأن أكثر من مرة أنتو كحكومة تقولون مثل باج الدول ومثل باج الدول ونحن نسوي وفي بعض الدول الخليجية شالوا البذلات على المواطنين صحيح أهم الكويتي يقول يمكن بعد الحكومة تسوي لي نفس سالفة البنزين باج الدول شالت البذلات أولا لا نملك قانونا ما نملك أن نخفض وأنا قلتها في أكثر من الناس لا أتكلم عن تخفيض رواتب أتكلم عن إلغاء بعض البذلات ما في هذا التوجه نحن لقعنا نتكلم عن المزايا اللي تملح في السفر مزايا اللي جانوا الفرق لكن البذلات اللي موجودة بالعكس نتكلم عن توحيدها ما بين الجهات وبالتالي نسبة كبيرة من العاملين في القطاع العام نعتقد بأن هناك عندهم زيادة حتى يتواسون مع زملائهم في أجهزة مختلفة هذا بتصوري بأن على المستوى البعيد يحقق ترشيد بالزيادة لأن لما يكون لم يكون لم يكون مطالباتك تحدث لأن هناك شعور في عدم العدالة أنا راتبي نفس تخصصك نفس إجراءاتك أنت في جهة معينة وأنا راتبي أقل منك فأنا أطالب وأنت أطالب لكن لما يكون هناك تماثل في المهن والتخصصات نعتقد بأن هذا يعني يحقق العدالة أنا ودي إذا كانوا الأخوان ممكن يحطون بس عشان تتكلم على دول المجلس وليش الإجراءات إذا كان ممكن في السلايد موجودة على هو موجودة شوف يعني دولة الكويت خذت بس حطت إجراءات يعني هذه الدول اللي في المنطقة اللي على خمس إجراءات واللي على أربع إجراءات واللي على ثلاث وإحنا على إجراء واحد أخذناه اللي تطبق على الأقل إلى الآن اللي تم تطبيقه هو ترشيد أسعار الوقود السيارات هذا ردا على اللي يقول ليش خذت الآن ليش خذيت القرار الآن إحنا الكهرباء ما تدعش من الإجراءات بلا بس من أنها لم تطبيقها لأنها تطبق في السنة القادمة فما حطيناها لكنها لم تطبيقها الآن غير البنزين والكهرباء هذا الرقم اللي هو الآن الرقم واحد وراح يصير رقم اثنين مع الكهرباء فيه ثلاثة وأربعة أو خمسة ولا بس خلصنا الجوانب اللياية تنموية الإصلاح المالي يتكلم على الإرادات والمصروفات مثل ما ذكرت الإرادات لها بنودها والمصروفات لها بنودها يعني حين أنا نقول حق المواطنين على الهواء بأنه خلاص بعد ما في شيئا يعني غير الكهرباء اللي صارت على الاستثماري مو على السكني وغير البنزين ما رح ييي شيء إيه وهذا التصريح طلع على زميلي وأخي الأخ سعادة وكيل وزارة المالية عندما قال لا يوجد الآن توجه لأي إجراءات ترشيد في الدعوم لحن أن ندرس إنعكاسات هذه عليها موجودة فما في شيء يعني على الطاولة وزارة المالية استمرت يمكن الأشهر الماضية بشكل مستمر كل يوم تنفي ما يشاع بأنه قرض الزواج لا تتموي لا ونقول هذا غير وارد هناك برنامج واضح معلن عنه ما في إجراءات فخلص أي خبر حين يطلع لأيام اليالية غير من مصدر رسمي بأنه يشيلون قرض الزواج أو يخفضون هذا كل مزحي أتمنى أخي عبد الرهاب أتمنى من المؤسسات الإعلامية يعني تستغي أخبارها على أقل فيما يتعلق في هذا الملف من حسابات وزارة المالية أو من مصادر وزارة المالية نعم لكن هم الناس خايفة مع الوزير من ارتفاع الأسعار السلع الاستهلاكية وما تلومها يقولك صح أنت يمكن كحكومة غير البنزين والكهرباء ما رح ترفع علي شيء بس أنا التجار هم اللي بيرفعون عليه وبيكرون إراداتي يعني شوف ما أنا في الصدد الحديث عن حماية المستهلك لأن أخي وزير التجارة موجود لكن اللي فهمته واللي أخ معه وزير التجارة دكتور يوسف العلي أفاد في أخوان النواب في لقاء المكتب المجلس وحضر الأخ الوكيل مساعد لشؤون حماية المستهلك الأخ عيد الرشيدي وشرح الإجراءات وشرح الإمكانيات اللي يوفروها لقطاع حماية المستهلك وناشد المواطنين بأن نتواصلوا معنا بلغونا إذا ما رأيتوا بأن هناك أي زيارة أسعار مصطنعة إحنا رح نتعامل معاها يطمن بأن الزيادات يعني إن وجدت فهي مصطنعة ورح تتعامل وهاها وزارة التجارة واضح دائما الحكومة تروج مع الوزير بأن هذه الإصلاحات ترهي من صالحك كمواطن صح أنا برفع عليك الكهرباء قد ترتفع الأسعار مؤقتا سعر البنزين رح يرتفع بس ترهي من صالحك من نهاية كمواطن ممكن تفسر لياها مع الوزير شوف هذا اللي أنا قلت لك قبل شوية أنا أعتقد هذه الوثيقة من صالح المواطن ما عندي شك ولو يعني يرجع الزمن فيني أرجع أسويها بعد مرة ويرجع بعد أرد أسويها لأنني أنا مغتنع أنه فيها مصلحة الكويت اللي أنا عايش فيها ومصلحة أجيالها القادمة الجانب اللي أنا أحاول تشير إليه حضرتك اللي هو المتعلق في الجوانب التنموية في الوثيقة في جوانب الإصلاح المالي مؤكد عشان نوقف العجز ونحافظ على قدرة دولة الاستدامة بالتالي إن نقدر نحافظ على قدرة الكويت الظل تدعم السلع الاستهلاكية الظل تدعم التعليم تدعم الصحة لسنوات طويلة قادمة يجب أن نأخذ إجراءات إصلاحية في الجانب المالي العام لكن المهم كذلك الجانب الاقتصادي وهنا لما نقول بيئة مستدامة للأجيال القادمة هنا لما نقول توجه تنموي كل سلايد اللي اللي هو موجود كيف رغمه؟ خمسة بس ما دي أنا أنا رقمه إذا نفس الأخوان عندهم نفس السلايد أو لا تتكلم على سبيل المثال في قانون لما قلنا زيادة دعم العمالة وخلق موجود هذا اللي تقصد على سبيل المثال الآن الجانب أحد الجوانب التنموية عندما تم تعديل قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي بس وهذا رقم غير مسبوق أن في سنة واحدة تم استقطاب ستمائة سبعة وثلاثين مليون دينار كويتي استثمارات أجنبية داخل الكويت نتج عنها الموافقة على خمستعش شركة وأسامي يعني من الأسامي الكبيرة نتكلم آي بي أم نتكلم هواوي نتكلم جنرال إلكتريك يخلقون تسعمية وخمسة وتسعين وظيفة بالصدفة أمس أتكلم مع أحد الأخوة زوجته يعني اشتغلت بوحدة من هذه الشركات لإختصار فودور يقول هي موظفة الآن تشتغل في شركة هواوي التي فتحت هنا واستثمرت وهذا الهدف الأساسي خلق فرص عمل استقطاب أبنائنا خرجين الجسم التعليمي ويستقطاب هم بالسوق العمل في القطاع الخاص قاعد تسهلون معاهم في الفيز قاعدين يعني هذا هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قاعد تقوم بهذا الدور دائما هذه العلة وهي اللي تأدي شركات هناك تنسيق مع الجهات وقاعد نرفع من جودة هذا التنسيق فيما بينهم ماشي من ضمن الأمور التي روشت لها مع الوزير هي الخصخصة مدى جدية الحكومة في تفعيل وخصخصة بعض قطاعات يعني شوف أول شي خلنت تفوق يعني فيه قلق تشعر ساعات بأنه فيه قلق من الخصخص تجد أن هناك تخاف الناس تخاف على وظائفها يعني أنت اليوم تخصص يقولك التاجر هذا الليبي أول شي يقلل المصاريف يفنش الكويتين عدل أنا بس بأطمن الأخوات والأخوة المشاهدين أولا هناك قانون للخصخص في الكويت قانون 23 على 2010 قانون 23 صدر في سنة 2010 قانون نظم عملية الخصخصة ونظم حماية العاملين في القطاع العام ونظم أن الآن هذا المرفق لما يخصص مو يخصص ياخذ يشتري التاجر مثل ما فضلت حضرتك بس لا له حصة لكن 40% من هذه المرفق رح يكون كتتاب عام بالتالي المواطنين رح يتملكون ورح يكون هذا عنصر إضافة يضيف الإرادة دائما نتكلم بأن في هذه الوثيقة قلنا بأن هيئة الشراكة تنشئ مشاريع ضخمة هذه المشاريع يصرف عليها المستثمر الأجنبي كشريك للحكومة وتكون اكتتاب ها العام 50% المواطنين يحقق إرادات المواطنين الخصخصة كذلك القانون الذي موجود 23 على 2010 قانون ينظم بأن المواطنين يكونون شركاء نسبة 40% باكتتاب عام في هذه المرافق والعاملين في المرفق قبل الخصخصة يخيرون ويكونوا وفق القانون يعني هذا ميقضية مزاجية بالقانون فوائد الخصخصة كبيرة ونعتقد بأن كثير منها لما يشتكي من خدمة قاعدين نحصل عليها الآن بالقطاع العام أحد أسبابها بأنها يعني قاعد تدار بنمط وفكر القطاع العام وهذا مو عيبا في الكويت هذا في كل دول العالم لذلك دائما عشان ترفع الكفاءة وترفع الخدمة يقوم الخصخصون اليوم يعني مواني أمريكية تدار من قبل شركات إماراتية مطارات في بريطانيا تملك حصة فيها دولة الكويت مطار لندن سيتي اليوم القطاع الخاص لما يدير مرافق مثل هذا الحجم يرفع الكفاءة ويرفع الخدمات الكويت تملك في مطار لندن لندن سيتي لندن سيتي عندنا حصة مؤلاء عنها مطار نحن ماذا يحدث عليه هذا جزء من المشاريع التي نتكلم خسخصة إدارة المطار ونطرحها لشريك تملك فيها المواطنين سيكون فيها فيكون شركة عالمية هي التي تدير المطار الكويت هذه فكرة موجودة الآن مطرحة لإدارة مطار الكويت خسخصة إدارة مطار الكويت نتكلم خسخصة خطوط الحواتف الأرضية نتكلم خسخصة البريد إدارة المستشفيات مثل المستشفى جابر هم هناك مشروع نعم هناك مشروع يدرس بشكل اهتمام بإدارة مرفق فكرة أنه يكون إدارة شريك استراتيجي عالمي هو أنه يرفع كفاءة الخدمة للمواطنين زي شنو أبرز المشاريع المشتركة بين العام والخاص يعني كأمثلة وكنماذج مرت عليه يعني على سبيل المثال محطة الزور الأولى والآن في شهر 11 الآن اللي على الأبواب راح يدعى للتنافس مستشار مالي لطرح الاكتتاب العام بعد ما شتغلت الآن تم تسليم المستندات لمحطة الخيران للكهرباء محطة الزور الثانية أم الهيمان لنفايات الصلبة تشبد لنفايات السائلة هذه مشاريع ضخمة تنموية استراتيجية ومبالغ تصل إلى مليار فاصلة ستة مليون دينار هذه 50% منها راح تكون اكتتابات للمواطنين وعوائدها الداخلية تتكلم عن متوسط 13% كعائد داخلي وهذا جانب تنمو للمواطن يعني هذا اللي بقوله ترى يعني لما نلقى بأن هناك اعتراض أو رفض لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي ترى اللي قاعد يناقش محورين تدري كم محور في وثيقة الإصلاح المالي محور تنفيذي يعني مرامج تنفيذية 41 محور منهم المحورين بس البنزين والكهرباء اللي سببوا لكن باجي المحاور كلها محاور تخلق بيئة أعمال محاور تخلق فرص عمل محاور تمكن قدرة الدولة من الاستدامة محاور تنمي مدخرات المواطنين محاور تخلق بيئة عمل تمكن المواطن من أنه يعني يساهم في استثمارات ضخمة ف يعني أنا ما زلت أقول أن هذه الوثيقة ردا على سؤالك بأن هي وثيقة تصب في مصلحة المواطن وأجيالها القادمة أبرز القطاعات اللي في القريب رح يتم تخصيصها مع الوزير شنو هي اللي اللي قلت لك أخي عبدالوهاب خطوط الأرضية للتلفونات التقليدية في خطوات جدية يعني نعم الآن تم يعني على وشك الانتهاء من استراتيجية للخصخصة تتكلم وبداية المشاريع اللي نفكر فيها هي مثل ما قلنا الخطوط الأرضية للتلفونات خدمة البريد عشان نرفع كفاءته نرفع كفاءة الخطوط للتلفونات خدمة خصخصة إدارة مطار الكويت طبعا هذه تعدى الدراسات الرسمية والفنية ومتى ما انتهت الدراسات إلى جدوى هذا في الجانب الفني وجانب عودة الخدمة والجانب الاقتصادي لأنه لا تنسى أكو 40% من مساهمين مواطنين استاب عام وبالتالي لا بد نتأكد أن هناك جدوى اقتصادية تعود على المواطنين كذلك بالنفع حقا ما تنتهي الدراسات اللي نرى منها فايدة نمشي فيه وفق قانون 23 على 2010 للخصخصة في شيء يخص القطاع الصحي غير خصخصة المستشفيات قطاع التعليم خصخصة المدارس قطاع النفطي بعض القطاعات هل هناك حديث عن خصخصتهم؟ باستراتيجية التي تعد من قبل مستشار دولي لدراسة استراتيجية التي لا يمكن تشمل هذه القطاعات لكن الآن اللي واضحين في المرحلة الأولى المشاريع التي قلت لك ستعلنون عن هذه الاستراتيجية للإعلام أول ما تخصون منها قبل الله تطبقونها قلت أكيد رح يقرها المجلس لعلى التخصيص ومن ثم تعلانها وبعين تروح المجلس؟ لا 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 هذه استراتيجية لروح المجلس القانون طبعا يمكن بعض المشاريع مشروع بالمشروع يحتاج ل بعض النوع بعض النوع يحتاج لتشريع أكيد يروح فيه للمجلس واضح فاصل قصير المشاهدين الكرام ونستكمل هذا الحديث عدلكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل قصير معالينا أبريس الوزراء ووزير مالية ووزيرنا في الوكالة أنا الصالح مع الوزير وايد نسمع شركات التصنيف العالمية شركات التصنيف العالمية دقول شركات التصنيف العالمية سوّت شنو قصة شركات التصنيف العالمية وشنو أهميتها؟ بشكل يعني بشكل مبسط أحاول أشرح لك إياها أخوي شوف الأمانة هناك ثلاث شركات يعني هناك شركات تصنيف كثيرة لكن المميزين ثلاثة موديز ودور هذه المؤسسات هي تقييم قدرة المؤسسة لأنهم كذلك يقومون في تقييم مؤسسات المالية كبنوك كشركات استثمار وكدول قدرتهم ومكانتهم في الوفاء بالاتزاماتهم أي إذا يقترض من الأسواق يصدر سندات قدرة هذا المؤسسة سواء دولة في حالتنا مثل الكويت أو سواء مصارف كذلك حتى مصارفنا مثل المصارف الأخرى مقيمة من موديز مقيمة من ساندر نبون مقيمة من فيتش مقيمة تصنيفهم ويبدأت تصنيف مثلا من الحد الأعلى AAA إلى AA2 إلى BB وانت رايح الأحرف كل ما نزل التصنيف كل ما يعني بأن الدولة أو الجهة صعب تقترض مو صعب تقترض صعب توفي بالاتزامها وبالتالي صعب تقترض لأن قدرتها الوفاء بالاتزامها ستكون فيها خطر وفي نفس الوقت هذا معناته أن كلفتها ستكون نسب الفائدة يكون جدا وهذا اللي يعني الحقيقة الواحد يقلق مننا لنعكاسات ولتداعيات في المستقبل وقد يأثر حتى على السياسة النقدية فلذلك دائما يعني أنا شوف أوريك إذا تسمح لي يا أخي عبدالهاب يوم الأربعة استلمت رسالة لتبين من الأخ محافظ البنك المركزي وفي رسالته هذه يعني إذا بيّنت أنا أحط حتى بالأصفر النقاط اللي كنت بيقولها أنا بس أقراها يقول يتكلم عن النموذي طلعوا تصريح بعد ما حضرت صاحب السمو أخذ قرار حل المجلس فكان يتكلمون على أن ضرورة استمرار الإصلاح ضرورة أن الدولة تبين قوتها في التعاون والتنسيق ولما يقول الدولة ما يقصد بس حكومة يقصد المؤسسات كلها كل وسط يعني سلطتين على سبيل المثال تبين تعاونهم ويقول لك ويشير التعليق أنا بس أقتبس فقرة واحدة تسمح لي أنا آسفة ويشير التعليق إلى أن الكويت لا تزال أبطأ بين أقرانها في مجلس التعاون الخليجي العربية في تنمية القطاعات الغير النفطية وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي محور أساسي في الوثيقة أخي عبد الظهاب هذا البند وكما أنها كانت آخر من طبق إصلاحات بشأن الدعوم ودعوم الوقود تحديدا ويسترسل ويتكلم كذلك مثلا في الصفحة الثانية يقول وفرضيات أخرى للمالية العامة فإن عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيكون عنده نحو 2.7% بين عوام 16 و20 ويصل الدين العام إلى 2020 إلى نحو 32% من ناتج المحلي هذا طبعا بفرضيات إننا ما أخذينا إجراءات ومحافظة البنك المركزي طبعا باعتبارها مسؤولة عن السياسة النقدية قازل يقول لي ينبهني ويقول لي أرجوك تستكملون إجراءاتكم تأخذون الخطوات اللازمة لاستكمال وتكون فعالية الدولة بالاستمرار في الإصلاحات التنموية نحن لا نتكلم فقط في ترشيد لا نتكلم حتى في الإصلاحات التنموية وعادة رسم دور الدولة في الإقتصاد الوطني وترك القطاع الخاص يقود عجلة الإقتصاد واضح طريت الاقتراض معالي الوزير وانت كنت حريص من تصاليحك في آخر سنة بأننا نطرح سندات ونقترض ولكويت من عمر الدنيا ما عليها ديون ليش أنت مصر معالي الوزير على الرغم من وجود احتياطيات مالية ضخمة للكويت إلا أنت مصر تدخل للكويت في قرض وفي دين أتفق باعتبار أني على الهواء أتفق بأن الكلمة التي تفضلت فيها بأننا لدينا احتياطيات متينة وأنا أكد على هذا الكلام وأقول نعم عندنا احتياطيات متينة وتسمح لي أنا يعني معاك بحاول أشرح بشكل مبسط جدا فكرة العجز شون عندك عجز نوادي يقول لي شون عندك عجز ونفس الوقت عندك احتياطيات متينة وضح لنا فأنا حين بأوضح لك بمثال بسيط جدا عندنا شخص اسمه حمد وحمد راتبة 1500 وحمد يصرف 1000 ما كثير عنده وفر 500 وقعد سنة كاملة يصرف هال1000 وال500 يحطها في البنك صار عنده 6000 آخر السنة حلو واستمر خلال السنة الثانية صار عنده 12000 آخر السنة وديعة ويصرف الألف مالته حمد الله رزقه بلد سمه محمد ومحمد كبر ويدرس بالخارج على نفقة ابوه يكلفه 1000 دينار معناته 1500 وفوقها 500 فأول يعني حين حمد متين مادليا عنده 12000 موجودة مرتاح عنده ظهر قوي متسند ما يقلق أول شهر راح خذها دفع 1500 يعني صرف راتبة وياب 500 بزود من وديعة واستمر سنة كاملة طارت نصف وديعة 12000 ردت 6000 حين أمامه خيارات يستمر للسنة الثانية كلها يخلصها ما يكون خياراً لأنه يرد ولده يقعد بالبيت ما قدر يكمل دراسته لأنك خلاص ما يقدر أو يحاول يوفر مصاريفه في نفس الوقت يحاول يزيد إراداته عشان يقدر يغطي الـ 500 ونفس الوقت تكون عنده هذه الوديعة موجودة هذه مثال بسيط أوضح لك فيه الحالة احنا مشكلتنا العجز العجز السنوي أي إرادات الدولة من موردها الأساسي النفط أقل من مصروفاتها أقل من مصروفاتها معناته أنا عندي عجز لازم أمول هذا العجز صحيح أخذ من احتياطياتي كلها مؤسسات التصنيف تقول الآن سوى بسهلك احتياطياته وقاعد يسهلك احتياطياته وبالتالي بعد فترة الدولة ما تكون عندها متانة بعد 4 سنين بعد 5 سنين بعد 6 سنين يعتمد أنتش كثير تسهلك مو نفس الشيء مع الاقتراض إذا استمرت هم بتزيد قروضي وبتروح احتياطياتك لا أقصد هذا جانب الجانب الآخر أني أروح وأقترض بالكامل وهناك أمثلة في دول سوى وكان هذا سلبي جدا عليها لأن كلفة الدين صار عالية باعتبار الدين أو أنك تستخدم المزيج بين الثنتين تستخدم جزء من احتياطياتك وجزء من الاختراض طويل للأمد وهذا الذي تريد وهذا ليس أفعل الحقيقة هذا تم تشكيل لجنة مثل ما تفضلت ما عندنا خبرة في إدارة الدين العام ما قط احتجنا قبل النستدين وهذا اللي ردنا حق سؤالك في الأول لماذا الاصلاح صار ملح الاصلاح ملح من 15 سنة من 15 سنة والبنك المركزي يقول يا جماعة يجب أن نصلح هذا الخلل الهيكلي في اقتصادنا اعتمادنا على مورد واحد وهو النفط يصعد وينزل من غير تحكمنا ويأثر علينا ميجوز لازم الآن لكن يعني ما تمت وأحسن ما تم هو الرؤية الثاقبة لحضرة المرحوم مخفور له الشيخ أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد عندما فكر في فكرة صندوق الاحتياطي وكان أول دولة تسوي صندوق احتياطي أجيال وخذوا الوفر كلها حطوا الآن هذا سفدنا منه بأن عندنا نستخدم 90% من إرادة النفط نصرفها على أنفسنا و10% ننخش حق الأجيال القادمة الأجيال التي ستطيع وقتها سلعة النفط إما موجودة ولا مالها قيمة وقتها هذه الاحتياطيات هي التي تسند هذا الجيل طيب في سؤال شعبي متداول بشكل كبير جدا سوت الحكومة أيام ما كان النفط 120 دولار هل ضيعنا هذه الفرصة التاريخية علينا كبلد وضيعنا فلوسنا ولا استثمرناها بشكل جيد عشان تحمينا في المستقبل سؤال مهم الحقيقة أخي عبدالهاب دعني أقول لك شيء قبل أن أعقب عليه في موضوع ما قلت لي لماذا تذهب إلى الاستدانة ولماذا تذهب إلى الأسواق العالمية تم تشكيل لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار باعتبارهم هذين الثلاثة المعنيين وهذه اللجنة برئاسة وكيل وزارة المالية عضوية نائب المحافظ وعضوية مدير تنفيذي في الهيئة العامة للاستثمار وكلفه مستشار الآن لإعداد وحدة الدين العام وحدة خاصة تابع الدين العام وتابع تنفيذه وإجراءاته وفي نفس الوقت إعداد استراتيجية للدين العام والتي أعلنت عليها في خطاب وزير المالية في المجلس بأن نحن رح نستخدم مليارة رح نلجأ إلى السوق المحلي بإصدار سندات بقيمة مليارين دينار وراح نلجأ للأسواق العالمية بقرابة ثلاثة مليار واللجوء إلى الباقي من احتياطياتنا وهذا المزيج اللي إحنا قاعدنا نتكلم عنه اللي فعلا يعني يشعر المؤسسات التصنيف بالارتياح بأنه فعلا عندنا استراتيجية واضحة وش بتسوها السنة والسنة اللي وراها واللي وراها تراعي احتياطياتنا تراعي نسبة اقتراضنا لجمالي ناتجنا وبالتالي حافظ على قوتنا ومتانتنا المالية سوينا الاحتياطيات طوال هالسنين لما كان النفط 120 دولار كانت هذه اللي أنا قلت لك كان مفروض تكون أكون أصلاحات للأسف تأخرنا في هذه الأصلاحات اللي يقول لنا ليش الآن بلشتوا تطبقون كان يفترض نطبق العجال الاقتصاد يقولون ليش ما طبقته من 15 سنة يعني ضيعنا على نفسنا فرصة تاريخية كدولة يعني في حذر الفرص الدهبية اللي مرينا فيها مؤكد بأن كانت هناك فرص متاحة مؤكد بأن تعاملنا مع الاحتياطيات بحصافة مؤكد بأن استثماراتنا قعدت دار بمستوى عالي من المهنية احتياطياتنا نمت والآن هي اللي خلتنا ما ناخذ القرارات بتعسف وبقوة وإنما أخذنا قرارات بتأني وقرارات مدروسة ندرس انعكاس هذه القرارات على المواطنين نعم أنا بستذكر أيضا قرار صاحب السمو برفع نسبة الإرادات لكويت من النفط من 10% إلى 25% لصندوق الأجيال وأعتقد هذا القرار المهم لسمو الأمير وفر وخلنا نستفيد حلال فترة سريعة بالفعل إراداتنا اللي كانت عالية أيام ما كان سعر النفط هذه أحد الإجراءات اللي كانت من حكمة صاحب السمون وجه وزير المالية أنا ذاك برفع ترى ما عندك الوفر أكثر وزيد حصة التحويل الاحتياطي لكن طبيعي بعد ما حصار عندنا عجز خفضنا الرغم مرة أخرى إلى 10% اللي هو لحد الأبنى واضح لست جواب شنو رأيك فيه هل كنت مستعد له شوفوا أنا بتكلم معاك بشفافية كاملة أخواني النواب ثلاثة أخواني عزاء وكلهم كل احترام ومودة مارسوا حقهم وفق القانون والدستور بتقديم المسائلة أنا كنت راح أمارس حقيقي لو أتيح لي أن أصعد وأفند لكن في أول ما سلمت الاستجواب شكلت لجنة إعداد رد من الأخ وكيل وزارة مالية باعتبار لمحوري خصة والأخ رئيس القطاع النفطي باعتبار لمحوري خصة والأخ رئيس الهيئة العامة أو العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار عدوا لي الردود طلعت عليها يعني اطمئنيت بأني لو أصعد المنصة وأوضح حق أخواني ما بين بمحاور الاستجواب أنهم راح تتولد عندهم قناعة بأن هذه المؤسسات مؤسسات عملت بإخلاص قيادين هذه المؤسسات عملوا بإخلاص هم جهات فنية وما تبين لي من الردود بأن يعني لو تم توضيح بعض اللبس اللي ورد قد يكون الأخوان النواب بطبيعة الحال بيكونوا منصفين وإذا ما تطلعوا على ما يطمنهم بأن لا تجاوز على المعنى بل بالعكس راح يطمنون وراح يعني يشعرون بارتياح مثل ما أنا شعرت بأعتسياح لما طلعت على تفنيد هذه المحاورة نعم في سؤال مهم وإحنا في فترة انتخابات يعني وما بيتأكيد أنه في منك أنا راح أقولها كافتراب عام موجود عند الناس إذا كان مع المجلس المتعاون نزين وزير المالية انتهى باستجواب وبصعوبة يعني حاول حتى سكني ما قدرت تزيد عليه الكهرباء اضطريت تشيله وتخليه على الاستثماري والتجاري والحكومي البنزين هم سووا لك قصة عليه واضطريت تحط دعم 75 لتر إذا كان في مجلس 2013 معالي الوزير ما قدرت بتنفيذ وثيقة الاصلاح بشكلها الكامل كل التوقعات والقراءات السياسية أن مجلس 2016 راح يكون أصعب راح يكون يمكن يمكن مزعج أكثر يمكن ما يخليك على راحتك أكثر أنا ما بي يعني أحط أحكام على المجلس السابق والمجلس القادم لكن هذي قراءات سياسية إذا كان في 2013 ما قدرت بنسبة 100% مش بتسوي مع مجلس 2016 الإجابة بعد الفاصل عدو لكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل سؤالي كان معايا الوزير أن المجلس المتعاون نسبياً المجلس 2013 هم انتهينا باستجواب وما قدرت تطبخ كل اللي تبيه مجلس 2016 وفق اللي قاع نشوفها كقراءات راح يكون أصعب في التعامل من مجلس 2013 إذا بهذا ما قدرت شلون راح تقدر تستمر في إصلاحاتك الاقتصادية أول شي يعني شكراً على السؤال بالنسبة اللي انت تفضلت قلت ما قدرت تسوين كهرباء ما قدرت تسوين بنزين السكني مثلاً لا حصل توافق حصل توافق بأن خلونا نأخذها نتدرج فيها خلونا نشوف نعكاسها ونشوف يعني شنو نعكاسها وبعدين شنو ممكن تكون الخطوة القادمة لكن ما كان هناك خلاف ولا هي اللي ما قدرنا الحقيقة لازم أسجل بأن التعاون كان سيد الموقف في الحالات حتى كذلك لما في موضوع أسعار البنزين لما قدمت فكرة عدد الإطرات الممتاز وأنه عشان يعوض الزيادة بالفرق وصار قبول فيها هي من باب التعاون الآن تقول لي تعاون والتنسيغ مع المجلس القادم يعني خيار الشعب مصدر السلطات خيار يقدر ومحترم والحكومة التي تحوز على ثقة حضرة صاحب السمو الحكومة الحكومة الجديدة يعني اللي يأمن لهذه الحكومة ويأمن لهذا المجلس التعاون من عدمها هي مواد الدستور واللائحة والمادة خمسين قالت أكدت على التعاون السلطات فيما بينها للمسلح العامة أتمنى الحقيقة بأن تخدم وتشرح هذا الوثيقة مشروع وطني أخي عبداللهاب هذه الوثيقة صدرت بقرار المجلس وزارة هذه الوثيقة من وزارة المالية ولا هي أناص الصالح ولا هي خليفة حماد هذه الوثيقة مجموعة أسماء اشتغلت تعتقد بأن فيها مصلحة للمتوسطي الدخل ومحدودي الدخل قبل غيرهم مستمرين فيها يعني أنا حقيقة أحذر من مغابة عدم الاستمرار فيها وأعتقد بأن على الحكومة القادمة التي تحوز على ثقة حضرة صاحب السمو أن تستمر بحمل هذا الملف وتقف عن مسؤولياتها في الاستمرار في شرح وعندي اليقين من الصعب بما كان أنك تتعاون وتنسغ مع الأخوان في السلطة التشريعية وتبين لهم بأن من هذه خلال هذه الوثيقة رح يصير زيادة نوع من الرواتب المتدنية اللي يعني تحس بإجحاف ليش تتقارن مع غيرها من خلال هذه الوثيقة تخلق عدد وظائف ضخم يساعد على استقطاب أبناء نخريجين الجسم التعليمي من خلال هذه الوثيقة ترفع إرادات ومدخرات المواطنين كيف ممكن أن هذه الوثيقة مثل هذه والوثيقة يعني فيها من وثيقة كلام إنشائي انتهت الوثيقة ب ست محاور فيهم واحد واربعين برنامج تنفيذي محدد التواريخ 28 في المحور 23 منهم قصير الأمد يعني خلال السنتين 13 متوسط الأجل 5 من قصير إلى متوسط الأجل محاور واضحة في صفحة صفحة في إجراء إجراء من الصعب أنه يكون أكو خطة وخارضة عمل بهذا الشكل ويعزف يعني الواحد من دعم وثيقة بنهاية راح تكون لها فوائد يعني أنا أبو أوريك وانا ياكم اليوم قاعد أطالع السعدة طالع هذه من وكالة الأنباء الكويتية كونة تبين حيمسو عليها زون بس خلها شوي إن شاء الله شا تقول هذه الوثيقة أقول هذه التصريح صدر عن صندوق النقد الدولي في تاريخ تسعة عشرة الفين وستة عش شي يقول يأكد بأن الكويت تسير بالاتجاه الصحيح بالنسبة لخطة الإصلاح ويتكلم مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسط في صندوق النقد الدولي الأخ مسعود أحمد يقول أن الحكومة الكويتية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال خطتها المبنية على ستة بنود للإصلاح المالي وتهدف من وجهة طريقة معقولة جدا وبات من الضروري عليها الآن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل هذه المعضلة يقصد معضلة العجز المالي اللي نتج عن تراجع أسعار النفط بالشكل الكبير آخر سؤال وآخر محور مع الوزير متى رح نرجع عن توازن كدولة ماليا يعني كم لازم يكون سعر النفط توقعاتك لأسعار النفط القرارات الأخيرة اللي نسمعها من أوبك شنوياي في المتوسط ويعني القريب العاجل فيما يخص أسعار النفط طبعا فيما يتعلق في أسعار النفط وخوة عبدالوهاب لازم تعرف كلما زاد حجم الميزانية كلما زاد قيمة البرميل اللي عندنا نتعادل بين إيراد ومصروف فعلى سبيل المثال الميزانية التقديرية اللي قرت في مجلس الأمة 16-17 65 دولار كان 75 نزلناها الميزانية نزلت بحجمها أنصار 65 دولار على 65 دولار يتعادل يتعادل الإيراد والمصروف في هذه الميزانيتنا واضح الآن السنة القادمة سنفترض أن دخلت مشاريع ضخمة وزاد حجم الميزانية هذا الرقم سيصعد ونحن نتكلم ليس السعر اللي حطينا للبرميل كتقديري إنما نتكلم عن سعر التعادل يعني كيف يوصل للنفط ونصير نحن بريك إيفن فهو عندنا في ميزانيتنا هذه 65 دولار سألتني سعر النفط هل رح نوصل إلى 65 دولار يعني قريبا أو صار وائد صعب لا يعني 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 كل الدراسات اللي طلعت عليها واللي أنا حقيقة متابع لها بعض المناسبة بكرة مثلا اجتماع وزارة النفط في الرياض هيا يعطيك العافية قالوا لضيارتك بعد شوية بكرة الله يحفظك بكرة وزارة النفط يجتمعون دول ما اجتعاون بالرياض وكذلك رح يكون موجود الأخ وزير الطاقة الروسي وهناك جهود حثيثة لمحاولة يعني توازن الأسعار توازن الأسعار عند مستوى يكون يعني يخدم المنتج ويخدم المستهلك ونعتقد بأن 60 دولار متوقع أن نشوفها خلال يعني ما بين 50 و 60 دولار هذا رقم رح نكون في محيطة خلال خمس ساعي الشهر القادمين ونعتقد أن احتمال كفة العرض تزيد مع قلة الاستثمار في قطاع الإنتاج يعني قطاع داونستريم اللي هو الاستكشاف لأن مبالغ اللي خصصت للاستثمار في قطاع الاستكشاف كدول وشركات ضخمة نفطية مبالغ تراجعت على أثر تراجع أسعار النفط ويحاولون يوفرون ويرجدون ويقوم المصاريف وعشان يخففون خساراتهم باعتبار أن عندهم آي شركات مساهمة نزلت بشكل عام 26% 2015 و 26% 2016 يتوقع رقم أكبر بنسبة نزول في 2017 ومعنات هذا رقم قرعبي الرئيسي ما في نمو في الانتاج رح يقل النمو في الانتاج لأن الاستثمارات في قلة ومو أنت باشر الصبح تستثمر مباشرة وستستطيع تنتج مشروع المشاريع اللي لها علاقة بالاستكشاف تأخذ وقت من بين الاستثمار وما بين أن تصل إلى مرحلة الانتاج والانتاج الجيد لذلك يتوقعون الأسعار ممكن تصعد بس بتقول لي المعنات بنوصل إلى 65 ونتعادل لا يمكن ميزانية تستمر بهذا الجمود الآن عندنا مشاريع ضخمة توقع هذه مشاريع ستنعكس ميزانية فرحام رح ترتفع لذلك الميزانية ستنمو هذا ما نقول استراتيجية الدين العام لما سوناها عدناها لمدة خمس سنوات مستقبلنا خطر ولا زاهر بإذن الله زاهر إذا أخذنا إجراءات بإذن الله زاهر إذا أخذنا إجراءات إصلاحية يعني الواحد إذا يتساءل ليش دول مجلس تعاون كلها أخذت هالقرارات في نفس الوقت هل هي قضية مزاجية لا يمكن هي قضية حتمية الإصلاح عملية الإصلاح ضرورة لصون مستقبل البلاد أنا أعتقد الحكومة تعاونت وتشاورت مع كل الجهات المعنية فيما يتعلق في وثيقة أنا أعتقد بس مع مجلس الأمة بما بين اللجانة وما بين مكتب المجلس أكثر من 20 اجتماع نناقش في الوثيقة ونتكلم عنها وخذينا آراء مهمة حقيقة فعدتنا مع جهات مختصة مثل المجلس العلال التخطيط مع أساتذة وديكاترا اقتصاد من جامعة الكويت ناقشناهم وحاورناهم بشلون ممكن تكون هذه الوثيقة مشروع وطني مشروع من خلاله نقدر يكون عندنا مثل ما تفضلت مستقبل مزدهر لذلك الحكومة بدأت في نفسها وقدت إجراءات إصلاحية لكن إذا المجلس القادم عطل مستقبلنا ما رح يكون زهر أي إصلاح يوقف أكيد هذا رح نعد بالسلب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط والوكالة سيدي نستقبل كل الشكر لك على مشاركتك معاي اليوم وجرأتك كوزير في هذه الظروف وفي فترة الانتخابات تطلع على الهوى بهذا الشكل أحييك أمانة وتمنى يعني أن نستطيف أيضا مجموعة من الوزراء وهذه سابقة يعني ما مرت علي أنا في الفترة اللي طافت تجربة وزير اللي يطلع في فترة الانتخابات شكرا أنا اللي شاكر لك وشاكر لقناة الراي وشاكر حقيقة لكل الأخوة اللي يعني اشتغلوا معاي في اعداد هذه الوثيقة شخصا شخصا والأجهزة الأخرى اللي عملت كل الجهات اللي اشتغلت معانا و لستوا في صدد ذكرهم و شكر جزيل لك مرة أخرى على الاستضافة الكريمة حياك الله وكل التوفيق وشاهدينا نشوفكم باتشر في يوم 2016 تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر